الحساسية ومشاكل الحساسية وخاصة أنها تبتدي الزيد في فصل الشتاء إيه سببها؟ هو الحساسية في البداية هي مشكلة هذا التوقيت من كل سنة يعني لو سألت أي أم أنت بتحب فصل الشتاء أقول لك أهو أحب الشتاء مع عادة حاجة واحدة بس أن الأطفال بتتعب كتير خاصة الأمهات اللي عندهم طفل مريض بالحساسية وما أقصرهم دلوقتي يعني بالنسبة للحساسية هو فيه برضو وأنا هنحب نبدأ كده بنقطة كده الأمهات تقول لك هو يعني كده منعته ضعيفة لما هو عنده حساسية أنا بقول لهم لا مش منعته ضعيفة ده بالعكس استجابة الجهاز المناعي للطفل لمسير أو مؤثر معين بيكون مبلغ فيها يعني أنا لما بقول شخص حساس يعني بيزعل من قال لكلمة صح؟ طيب أنا كشخص سليم لما شم شوى التراب أو هوى أو دخان سجاير أو حاجة هعطس عطسة هكح كحة وخلاص أو مش هيحصل لي حاجة أو مش هيحصل لي حاجة تمام؟ الأطفال اللي عندهم حساسية صدر مثلا أو حساسية أنف يشم حاجة من الحاجات دي دي بتسمى مسيرات الحساسية يبدأ يدخل بقى الجهاز المناعي يشتغل يطلع الهستامين مشاكل تبدأ تحصل الطفل الرئة عامده تهيج يحصل ديء في الشعب الهوائية يحصل مخاط وبالغم يحصل أعراض التهاب تمام؟ فهو ده الطفل اللي عامده حسية بيستجيب استجابة مضعفة للمسيرات المختلفة فهو مش ضعف مناعة ده بالعكس ده زيادة مناعة اتجاه حاجة معينة طيب في الأمهات أو أم بتقول مثلا أو كتير بيلوموها أن أنت المسؤولة عن أن ابنك أو بنتك بقى عنده حساسية صدر نتيجة أن أنت مش مهتمة أن أنت بتدفيه أو 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 هو الموضوع مش موضوع إهمال من الأم هو القصة أنه هو يعني في عامل وراسي ممكن يكون موجود أو استجابة من الجهاز المناعي نفسه غير معروفة السبب هي اللي بتعمل كده مش إهمال من الأم ولا حاجة طبعا يعني فيه برضو بعض الحالات بتيجي حساسية مكتسبة بعد التابر قوي طفل احتاج حاجز في حضانة وخد أكسوجين طفل جاله نازلة شعبية حدة تم إهمال علاجها ولكن مش هو ده الأساس الأساس هو الجسم عنده استعداد أنه هو يحصل فيه حساسية هو ده اللي بيحصل يعني لكن مش إهمال من الأمهات ولا حاجة طيب أنا دوري كأم لما أحس أن أنا ابني ابتدى يعاني من حساسية ناحية حاجة معينة المفروضة أتعمل معها إزاي أو تصرف معها إزاي هو مبدئيا أنا عايز ندخل لأول في نقطة أنا إزاي أعرف إن طفل عنده حسية ولا لا يعني كل طفل بيكوح عنده حسية لا كل طفل بيرشح عنده حسية لا خلينا أخذ لأول حسية الأنف ومنتشر جداً الفترة دي حسية الأنف طفل بيرشح لفترات طويلة أكتر من أسبوعين الموضوع بيتكرر عليها على طول فيه هرش دايماً وأكلان في الأنف فيه عطس صباحي طفل ده عنده كحة ليلية عنده حاجة من الحاجات دي الأعراض دي إحنا نفكر دايماً فيه حسية جيوب أنفي ده بالنسبة لحسية الأنف بالنسبة لحسية الصدر لازم تكرارية فيه أعراض الكحة يعني مفعش طفل جاله كحة وجاله أزيز أو تزيق في الصدر أو خرفشة في الصدر من مرة واحدة أقول إنه عنده حسية صدر لأن دي بتتشابه مع كتير من المشاكل الصحية زي النزلات الشعبية وزي التعبات الرئوية الفيروسية لكن لو حصل تكرارية كل أدي إيه تقريباً يا دكتور محمد يعني من 3 إلى 4 مرات مثلاً مع استجابة الطفل ده لموسعات الشعب الهوائية وعدم استجابته لأدوية الكحة التقليدية فالطفل ده أنا بقدر أشخص إنه عنده حساسية فيه أمهات كتير يعني يا دكتور مفيش أشعة عاملة عشان أشخص للحسية يعني مفيش تحليل أعمله للأسف لا إحنا بنشخص بناء على الهيستوري أو التاريخ المرضي للعيان لكن في بعض الفحوصات الممكن عملها لاستبعاد الأسباب الأخرى لأن إحنا قلنا إن فيه حاجات كتير بتتشابه مع الحساسية يعني ممكن نعمل أشعة إكس ري أو أشعة سينية على الصدر عشان أستبعد الحاجات التانية في الرئة في بعض الأطفال عندهم أعراض متشابهة الحسية وبطلع عندهم حاجة اسمها سيستيك فيبروزيس أو حاجة كده خلقية موجودة في الرئة بنعمل التحليل عشان استبعاد الأسباب الأخرى خاصة لما يكون التشخيص مش مؤكد بنسبة 100% طب بالنسبة للتلايط الحويصالي لحضرتك صجارته ده بيبتدي تظهر أعراضه إمتى وعرف إزاي أننا ممكن أشك فيه طفل هو أولا التلايط الحويصالي أو السيستيك فيبروزيس هو فيه منه أنواع كتيرة حسب درجة المرض أو شدته فيه أطفال عندهم مرض شديد ده بيظهر أعراض في جسمه كله كل السيكريشن أو كل الإفرازات اللي عنده في الجسم بيكون فهم مشاكل العرق بتاعه ريحته مش كويسة كميته قليلة السلطي يعني مالح قوي الطفل ده بيدخل في التهباتر قوية كتير بيدخل في مشاكل دايما عنده بالغم في صدره فيه بعض الحاجات التانية في الجهاز الهضمي زي انسداد في الجهاز الهضمي لو الموضوع شديد بسبب الإفرازات اللي لازجة شديدة اللي موجودة في الجهاز الهضمي فيه مشاكل تانية بتظهر في البنكرياس بعض الأشخاص ممكن نظهر عندهم نعمل أنواع السكر بسبب الإفرازات اللي بتطلع في البنكرياس بتسد البنكرياس مشاكل في الصفرة بسبب انسداد الحواصلات المرارية كل بيبقى عنده أعراض تانية لو المرض شديد في بعض التحليل بتتعامل إن احنا نشوف نسبة الكولورايد في السويت أو في العرق بتاع الطفل بنعمل عشان نتطمن خاصة لو الطفل ده التشخيص بتاعه الحسية مش مؤكد أو مش ماشي تبكى يعني مع الأعراض يعني